أما آخر تراند معينا النهاردة فهو تراند نقدر نقول عليه أنه مرعب بكل معاني الكلمة والتراند ده بيتعلق بالغواصة تيتان وقصة الغواصة دي باختصار عشان اللي مش متابع هي غواصة كان عليها خمسة من ملياردرات العالم المهم أن المجموعة دي كانوا في رحلة في أعماق المحيط الأطلسي والمفروض أن دي كانت رحلة استكشافية لحطام السفينة تايتانيك الغواصة بعد شوية من انطلاقها اختفت من على الرادار تماما وفضلت القوات البحرية الأمريكية والكندية يدوروا عليها لحد لما أعلنت الشركة الملكة أنه غفر السواحي الأمريكي اكتشف الحطام بتاعها على بعد خمسونيات متر من السفينة تايتانيك الغريب في الموضوع ده أن الرحلة دي بتعتبر أغلى رحلة بحرية في التاريخ لأن قيمة اشتراك الفرد فيها 250 ألف دولار ولكن الرحلة زي ما شفنا انتهت بكارثة كبيرة والأغرب من كده أن عظم داود أخت رجل أعمال شاه زاد داود اللي مات هو ابنه في الغواصة قالت فيه تصريحات للصحف الأجنبية أن ابن أخوها سليمان واللي مات في الرحلة كان خايف جدا منها وكان مرعوب وكان عنده إحساس أنها مش هتنتهي على خير ولكنه اضطر في النهاية أنه يروح إرضاء لأبوه واللي كان عنده هوس بفكرة استكشاف حطام السفينة تايتانيك ومن القصص الغريبة برضو المتعلقة بالغواصة هي قصة ويندي راش زوجة رجل أعمال ستوكتن راش المدير التنفيذي للشركة الملكة للغواصة واللي مات في الرحلة دي برضو ويندي قبل ما جوزها يموت في الرحلة لاستكشاف حطام سفينة تايتانيك مات اتنين من أجدادها برضو على السفينة تايتانيك في حادث الغرق طبعاً اللي حين نعرفينه سنة 1912 وكأن سفينة تايتانيك لعنة بالطارد ويندي راش